مشاكل بين الزوجين لا يمكن أن يكون هناك عائلة حياة زوجية من دون مشاكل وليس حل المشكلة الطلاق عندنا مراحل شرعية لابد أن نمر بها المرحلة الأولى إذا رأى الرجل من المرأة من الزوجين عصيان كامل يعني ليس مرة واحدة يقول لا يصنعي لي طعام لم تصنع له طعاما لا يعني تعصي كل الأوامر هذا النشوز نعم فماذا يصنع معها؟ يطلقها يطلقها لا يعظها كيف يعظها؟ يقول لها آخر مرة تصنع هذا أو أكسرك أو أصنع لك وأصنع وأصنع لا هذا ليس بوعظ هذا تهديد كيف يعظها؟ كيف يطلقها؟ بالكتاب بالسنة يطلقها بالقرآن والسنة يرسل لها رسالة مثلا فيها قلب مثلا أو شيء حتى يعني ترجع هو يريدها ترجع لا تنفر إذا انتهت المرأة قالت خلاص انتهيت لا أعود إلى هذا العصيان الواجب على الزوج أن يقول خلاص انتهينا لا نذكر هذه المسألة انتهت نغلق هذا الملف لذلك يجب أن يقول خلاص انتهت نغلق هذا العصيان أما أن يقول لا أنت قلت كذا وصنعت كذا ولم تفهمي نعم نعم فإن انتهت القضية بالوعظ الحمد لله وإلا يهجرها في المضجع يعني يعطيها ظهره على نفس السرير ولا يكلمها مدة ثلاثة أيام وإذا لم تنفرس وإذا عملها فلت ترجعها في المضجع لتعلق منها العصيان فإن انتهت انتهى ولا يذكر لها ما تقدم وإذا انتهت إلى اللاجب إذا انتهت إلى اللاجب وليس لا تنفر٦ أنتهت إلى اللاجب إلا تنتهي بهجر سواء باللسان أو بالفراش إذا لم تنتهي بهجر باللسان أو الفراش نعم يشير إليها بالضرب لكن قلنا الضرب المسموح به فيما لا يؤذي نعم كما قلنا عندنا ضرب الصغير على مؤخرتي مثلا لا يضربها بعاصة وبصوت أو على وجهها نعم لأن هذا منهي عنه في الشريعة فإن انتهت انتهى إن لم تنتهي ماذا يصنع يأتي برجل من أهله ورجل من أهلها رجل يعرف متى نجمع بين الزوجين ومتى نفرق بالطلاق ويحكموا فيما بينهما وما يأتي من الرجلين من حكم يمضي على الزوج وعلى الزوجة لذا ماذا يأتي برجل من الرجلين وعلى الزوجين الذين كانوا يمضي على الزوجين بعد هذا إن لم يحصل صلح بين الزوجين يكون الطلاق لكن لا بد أن يكون الطلاق في العدة يطلقها بعد أن تحيض وينتهي منها الحيض قبل أن يجامعها ويطلقها في هذه العدة الأصل أن يدعو الله يستعين بالله سبحانه وتعالى لكن المهم هو أن يجب أن يجب أن يجب الله يجب أن يجب الله ويجب الله